إخواني أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى وَلَقَدْ استُهْزِئَ بِرُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم صارت جريمة قتل خلال الأيام السابقة في فرنسا هذه الجريمة قام بها شاب ششاني عمر 18 سنة قام بقتل معلم تاريخ يدعى سامويل باتي هذا المعلم عرض لطلاب ورسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم فرئيس الوزراء الفرنسي ماكرون وصف هذه الجريمة وهذا الاعتداء بالهجوم الإرهابي الإسلامي وإحنا الآن نحكي للرئيس الوزراء الفرنسي ماذا تسمي عمليات القتل اللي كانت تصير بالجزائر أيام الاستعمار الفرنسي اللي اسمها جيمبري بي جاي هاي الجيمبري بي جاي كان الاستعمار الفرنسي والجنود الفرنسيين يجيبوا الشخص الجزائري ويحطوه ويقفوه بقوالب وهاي القوالب يعبوها اسمنت ويخلوا الاسمنت ينشف بعدين يشيلوا الشخص الجزائري أو الرجل الجزائري ويشيلوه بالطيارة ويرموه بالبحر ويغرق وقوالب الاسمنت الجاف موجودة برجله ولحد الآن كثير من الصيادين وكثير من الناس اللي بشتغلوا بالبحر بالجزائر بيجدوا هاي القوالب موجود فيها أثار للأقدام وموجود فيها أرفات بعض الناس اللي استشهدوا بهذه العمليات الناس اللي بالجزائر اللي ماتوا من هاي العمليات عددهم تقريباً 8000 شخص إضافة إلى ذلك وثيرة خضية سنة 2011 هي خضية الجماجم أو جماجم المقاومين هاي جماجم المقاومين في متحف هاي جماجم المقاومين في متحف بباريس اسمه متحف الإنسان هذا المتحف فيه جماجم بشرية تضح أنه هاي الجماجم البشرية تعود لأشخاص جزائريين لقادة المقاومة الجزائرية بحيث أنه الجنود الفرنسيين كانوا لما يقتلوا الجزائري أو يضبعوا شخص جزائري كانوا يقضوا جنجمته ويحفظوها بثحم مطحون حتى إنها ما تتلف ويلفوها ويقدموها كهدايا بينهم بين بعضهم فرنسا كاسفينير أو هدية فهذا بدل لك على مدى الإجرام وبشاعة الإجرام والإرهاب لاستخدموا الاستعمار الفرنسي بالجزائر والجريمة الأكبر بشاعة من اللي حكيناها كلها هي جريمة التجارب النووية اللي كان يقوم بها الاستعمار الفرنسي بالجزائر وصحراء الجزائر من عام 1960 لعام 1966 طبعا إحنا عارفين أنه رئيس الوزراء الفرنسي الآن بيعاني من خفاض شعبيته مقابل اليمين واليمين المتطرف بفرنسا نتيجة بعض السياسات الفاشلة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية وأخرها كانت ارتفاع سعر الديزل والبنزين والمحروقات الكاملة بنسبة 16% واللي أدت إلى مظاهرات السطرات الصفراء قبل سنة تقريبا من اليوم هذا الحكي بده يخلي رئيس الوزراء يزيد شعبيته فبالتالي مش راح يلاقي إشي يخاطب جمهور اليمين أو جمهور اليمين المتطرفة إلا أنه يتهجم على الأديان والمعتقدات الأخرى فالآن هو بالدعي أنه بدي يحافظ على علمانية الدولة وهو يدعي الآن أنه بدي يحافظ على علمانية الدولة على علمانية فرنسا وأنه ضد التطرف الديني بكل أشكال ولكن إحنا تاريخيا الأنظمة العلمانية الأنظمة القومية هي اللي كانت مسؤولة عن أبشع المجازف في تاريخ البشرية يعني الفاشية والنازية بالحرب العالمية الثانية قتلت تقريبا سبعين مليون بني آدم الشيوعية كان بالصين أو بالاتحاب السوفيتي قتلت أكثر من مية وعشرة مليون بني آدم مش الأديان والحروب الدينية صح كان يصير بعض حروب دينية ولكن ما كانت تكون بالبشاعة وما كان يكون في مجازر بقدر ما كان يكون بالأنظمة العلمانية والأنظمة المبنية على القوم وبالنسبة للإسلام عدد الأشخاص اللي قتلوا أثناء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هم تقريبا ألف شخص فقط تمرحضين نحن قاعدين نحكي عن ملايين الحركات القومية والعلمانية ذبحتها في حين الرسول صلى الله عليه وسلم غزوات الرسول خلال 13 سنة من بعد هجرت إلى المدينة المنورة حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الناس اللي ماتوا ألف شخص فقط والألف هذولة ستمية منهم من يهود بني قريضة هذولة قتلوا قضاءا وليس قتالا والرسول صلى الله عليه وسلم لما قتلوا بني قريضة أو يهود بني قريضة ما قتلهم لأنهم يهود ما قتلهم لأنهم مخالفين بالمذهب بل قتلهم بتهمة الخيانة العظمى للدولة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مهاجر على المدينة المنورة عمله وثيقة اسمها وثيقة المدينة هذه الوثيقة ضبطت ونظمت الأمور بالمدينة المنورة وأعطت حق المواطنة لكل الناس العيشين بالمدينة المسلمين واليهود وكان الاتفاق إذا صار أي من الهجوم على المدينة المنورة أن كل طرف من المسلمين واليهود يدافع عن المدينة المنورة من جانبه ولكن يهود بني قريضة أثناء غزبة الخندق عملوا أعمال تعتبر بالخيانة العظمى للدولة والهي دولة المدينة المنورة فيه يهود بالمدينة المنورة اسمهم يهود بني عوف هذول يهود ما تعرضوا لهم المسلمين ولا تعرضوا لهم النبي لأنهم حافظوا على العهود والمواثيخ لاتفقوا فيها مع رسول صلى الله عليه وسلم أما في بعض اليهود مثل يهود بني قريضة ويهود بني النظير ويهود بني خينقاع هذول الناس خانوا مفهوم الدولة وخانوا مفهوم المواطنة وانقلبوا على مفهوم المواطنة والوثيقة اللي أعقدها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع جميع الناس اللي ساكنين في المدينة المنورة طيب نرجع الآن للجريمة اللي صارت في فرنسا الآن البعض يعتقد أنه إهانة معتقدات ومقدسات والرموز المقدسة عند الآخرين حرية تعبير حرية شخصية هذا الحكم ليس حرية تعبير ولا حرية شخصية هذا اعتداء على الآخرين وعلى معتقداتهم وعلى رموزهم المقدسة ويجب أن يكون هناك ضوابط لهذا الموضوع في جميع أنهاء العالم الاتحاد العالمي العلماء المسلمين طرح أكثر من مرة أمام الأمم المتحدة أنه إصدار قانون لتجريم إصدراء الأدياء أو بسموه التشديف ولكن كانت بعض الدول في الأمم المتحدة توقف هذا القانون أنه ضد حرية التعبير وأنه يجب على كل شخص أو أنه كل شخص له حق أنه يعبر على رأيه ولكن حرية التعبير لا تعني أنك الاعتداء على حرية الآخرين في الاعتقاد فلا يجوز لأي شخص أنه هنا أي معتقد أو أي رمز مقدس عند أي شخص ثاني وهذا الحكي لازم يتطبق عالمياً ويتطبق إنسانياً نحن عندنا في الأردن وعننا في العالم الإسلامي ناس كثير زعلت على الإساءة اللي صارت للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعبر على قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس وفي قلوب المسلمين وفي قلوب جميع سكان هذه البلاد وهذه الأمم هؤلاء الناس ناس منهم طالبوا مقاطعة المنتجات الفرنسية ناس منهم رفعوا شعرات على الفيسبوك أو غيروا صور البروفايل نحن الناس كلها بنشكرهم وبندعمهم وفزعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والله نحن الآن رسلتنا إلى المجتمع الدولي ضرورة تجريم إزدراء الأديان حتى الدول اللي الآن اللي فيها قوانين لتجريم الأديان يجب أن تحافظ على هذه القوانين يجب أن نقاوم التجديف يجب أي شخص لديه حرية تعبير ولكن حرية تعبيرك تتوقف عند حرية معتقدات الآخرين في النهاية أود أن أختم حديدي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى وَلَقَدْ استُهْزِئَ بِرُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يستعزئون صدق الله العظيم صارت جريمة قتل خلال الأيام السابقة في فرنسا هذه الجريمة قام بها شاب ششاني عمر 18 سنة قام بقتل معلم تاريخ يدعى سامويل باتي هذا المعلم عرض لطلاب ورسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم فرئيس الوزراء الفرنسي ماكرون وصف هذه الجريمة وهذا الاعتداء بالهجوم الإرهابي الإسلامي واتحنا الآن نحكي للرئيس الوزراء الفرنسي ماذا تسمى عمليات القتل اللي كانت تصير بالجزائر أيام الاستعمار الفرنسي اللي اسمها جيمبري بيجاي هاي الجيمبري بيجاي كان من الاستعمار الفرنسي والجنود الفرنسيين يجيروا الشخص الجزائري ويحطوه ووقفوه قوالب وهحي القوالب نعبوها سمنت ويجعلوا السمنتين شف بعدين يشروا الشخص القزان او الرجل الجزائري ويشلوه بالطيارة ويرموه بالبحر ويغرق وقوالب الإسبنت الجاف موجوده برجله ولحد الآن